روح تسري والملائك حولنا وحبابي ندعو المرضى المسلمين ندعو الوالدي وت테قصة والسج والحاج же سعاد عثر الدكتور عليilight سيدل humanos енной أصويد ر 沒有 سيد الله براءة والأستاذ علاء عبد العاطي والأخت مريم والطفل مروان شادي سمير والأستاذ ضياء الدين أبو بكر وأولاد الأستاذ سليمان محمد والدته جميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيش فيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو الولدتي والحق سيدة متولي شهين الحق إبراهيم عليه والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد والأستاذ حمدي صلاح عبد الواحد وداليا جميل صبري ونعمة أحمد عبد المجيد وإبراهيم سامير صبحي وعمار فرحات عبد المعبود ومحمود الموجي والحق مرسي عباس مرسي والدكتور محمد عبد النبي زكي والأستاذ تامر علي وأبو شعبان خلاف الله يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسع اللهم أكل من الزراء موسع مدخلهم واخسرهم بالثلج والماء والبرد اجعل كبران روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيزي يا غفار اللهم منور كبرهم ووسع كبرهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصبر أخانا الفاضل لأستاذ صلاح عبد الواحد على وفاة ابن محمد وحمدي ربنا يا رب يرزقه الصبر والسلوان يا رب العالمين واربط على قلبه وعلى قلب زوجتي وأني يسر لهم الخير واجمعهم بأولادهم في الجنة يا رب العالمين يعني بحبكم في الله وربنا يجبعنا دايما على الخير وتعالوا نكمل مع بعض رحلة إلى الضر الأخيرة وقصة المهدي يعني لضي الله عنه وأرضها بس قبل ما ندأ كما وعدنا في عجلة سريعة كده مش هناخد ديئتين بنذكر بعض الأسماء عشان ما يزعلوش لأن أقسمت بالله أن أذكر اسم كل أختي تحجبت ويعني تجاوت مع حملة مقاطعة التبرد الأختي نعمة عبد الله والأختي نعمة من الفيوم والأختي الشيرين أبو صبيح من الأردن وأمل وأسماء ورميساء من السودان ونجاح رمضان من الفيوم وأسماء وأروى من سوريا من حسكة أم مازم من الزأزيق وفاء محمود محمد وفاء محمود محمد وأديبة سليمان من السودان ويارة عبد الفتاح الكاشف وأم أنس ونور الخالد من سوريا عمر 16 سنة وعفاف وأسماء من سهاج وأم خالد وكريمة طاها وأختها وأم أنس من السعودية وإسراء الجمال وأم نادة من اليمن وصفاء محمد 12 سنة وصهر محمد وزينب محمود من الزريقات من الأسر وصهير فؤاد وفي أخت اسمها أم زيد بطول إدعي لبنات التوأم لانا ولين 17 سنة من الحجاب والستر ربنا يا كريم ورب العالمين وأرزقكم من الحجاب والستر والأخت ناهد والأخت ولاء ومونة فاروق وميساء ومونة عاطف وأحلام ونعمة أحمد علي ربنا يا رب يثبتكم وأرزقكم من فردوس الأعلى وربي نشوف كل يوم كده إن شاء الله عدد كبير والأخواتنا اللي بيستجيبوا لحملة مقاطعة التوارج عايزين الحجاب ينتشر في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى كل درسنا زي ما قلنا في الدهر الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدهر الأخيرة تعالوا نكمل موضوع المهدي يعني رضي الله عنه أرضاه ونشوف بقى احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن إيه وتعالوا نكمل النهاردة مع بعض بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتكلمنا ذكرنا موضوع المهدي عليه السلام وذكرنا إن قلنا إيه اللي خلى موضوع المهدي هو موضوع الساعة قلنا جماعة نتيجة إن الأرض كلها أو جل الأرض انتشر فيها الظلم بشكل غير عادي جدا الناس عايشوا حياة مادية قاسية جدا عايشين في ضنك وفقر وضيق وشدة أو أغلب الناس عايشين في هذا الوضع اللي بوصفه فاحتاجوا إنهم يشوفوا شعاع وأمل من النور علشان يكون سبب بفضل الله سبحانه وتعالى لعودة الخير مرة تانية للأرض فلما سمعنا إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر إن المهدي عليه السلام يملأ الأرض يعني قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا فاشتاقت النفوس إلى عهد المهدي اللي هيبقى كله عدل ونور وخير وبركات يعني فاشتقنا كلنا لهذا العهد أسأل الله عز وجل أن يبلغنا عهد المهدي وعيسى عليه السلام طيب قلنا الحلق اللي فاتت في عجالة سريعة بذكركم في رؤوس أقلام كده سريعة من هو المهدي قلنا إن هو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي واسمه أبيه كاسم أبي النبي يعني اسمه محمد ابن عبد الله قلنا إن هو من ناس الحسن بن علي بن أبي طالب ومن ناس طبعا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا جماعة إن الصفة بتاعته إن هو أجلى الجبهة أقنى الأنف أجلى الجبهة يعني فيه انحصار للشعر المقدمة يعني شعره خفيف جدا من مقدمة منحسن لورا وأقنى الأنف يعني أنف ورفيعة وطويلة شوية وفيها إيه يعني فيها شكل جمالي كده يعني ما شاء الله فده حاجة تعرفنا إن هو فعلا المهدي قلنا من أين أخرج قلنا من جهة أو من بلد من جهة المشرف إيه هي البلد مدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا يبقى لها حاجة لنا أن نسأل أو نتكلف في معرفة ما لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور معانا يا جماعة لما يتقال لك مثلا إيه مثلا سيدنا سليمان مثلا كان ماشي على قرب ودي النملي كان ودي النملي ده فيه ما يهمناش مدام شيء سكت عنه الكرآن وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالحاجة لنا أن احنا نتكلف معرفة ما لم يعرفنا إياه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الخيارات تكتر جدا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تخرج بركتها ويأمر السماء أن تنزل بركتها حتى ما اجتمع عدد كبير من الناس على رمانة واحدة ما يقدرش يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بالإشرة بتاعتها ويباركوا في الراصل يعني في اللبن حتى يجتمع عدد كبير من الناس ويشربوا قدح بس أو حلاب من اللبن فقط كده فما يقدروش أنهم ما يكملوه ولو أن الإنسان وضع البذرة بتاعته على جبل الصفة اللي هو الجبل الأملس اللي هو لا تخبط عليه مياه بالمرة لا نبتت بفضل الله سبحانه وتعالى وينزع سم كل ذات سم ينزع سم الحيات والعقارب وكل هذه الأشياء حتى تكون في غاية الألفة لدرجة أن الرجل لو وضع رجله على رأس الأسد لا يضره ولو وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره وترع الأصود مع النمور والأبقار مع الأصود والذئب يكون في حضن الغنم ككلبها الذي يحرص يعني خيرات عجيبة جدا وتنزع الشحناء والتحاسد والتباغض حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها حتى لا يجد من يقبل المال يعني لما تروح لواحد وتقول له زكاة مالي 2 مليون جنيه فلا يقبل منك المال لأنه عارف أن نزول سيد نعيسى عليه السلام ده علامة من علامات الساعة الكبرى يعني الأيام الرابطون تعرفين علامات الساعة الكبرى زي العقد إذا انفرط يعني كلها بتجري وراء بعضها بسرعة وهتشوفوا أدية تتابع علامات الساعة الكبرى حجيب جدا جدا لدرجة أن انت يدوب ما شاء الله تسمع أن ظهور الشمس مثلا من المغرب وخبالك تسمع في ساعتها عن ظهور الدجال بعدين يأجوجوا أن نزول سيد نعيسى وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج تجد ثلاثة أربع علامات وراء بعض في وقت عيب جدا سبحان الله فيعني إيه العلامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات يتبع بعضها بعضا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا جماعة إذا إزاي نحنا نعلم بالظهور المهدي عليه السلام قلنا أن في أهل العلم تكلاموا في حاجة مهمة جدا أن عايزين نقول أن الوقت اللي احنا فيه ده صدقا من خلال قراءة للواقع اللي احنا فيه مش هو ده وقت ظهور المهدي عليه السلام هو ده وقت التمهيد عشان يكون كلامنا واضح ده وقت التمهيد لظهور المهدي لكن مش هو الوقت اللي هيظهر فيه المهدي عليه السلام والدلي على كده بقى حاك كتير جدا هنعرفها من ثنايا الحلقة اللي احنا نتكلم فيها النهاردة لكن قلنا جماعة أن أهل العلم قالوا من ادعى أنه المهدي ولم يظهر الدجال فهذا الرجل هو دجال كاذب ومن ادعى أنه عيسى عليه السلام ولم يظهر الدجال فهو دجال كاذب وإذن عشان نقول أن فلان المهدي ده يبقى لابد يكون في نفس الوقت يكون ظهور المسيح الدجال وعشان نقول أن فلان ده وتعيسى بن مريم يبقى لابد أيضا من ظهور المسيح الدجال لأنه هيكون مواكب لعصر ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام لكن قلنا أن فيها علامات مميزة جدا 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 لظهور المهدي عليه السلام إنه قلنا أول علامة ودي علامة عظيمة جدا وفخر لنا كأمة الإسلام أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه يعني إذن إيه مفخر عظيمة جدا اللي سيدنا عيسى عليه السلام ينزل فيجد المهدي بيصلي بالمسلمين صلاة الصبح في المسجد الأقصى فإذا رأاه المهدي أراد أن يتنحى عشان يقدم سيدنا عيسى لأن يقينا طبعا سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي لأن سيدنا المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عيسى عليه السلام رجل رسول من قول العزم الخمسة لما أفضل الرسل على الإطلاق اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم وإذن سيدنا عيسى يقولون أفضل من سيدنا المهدي لكن سيدنا المهدي يحاول أنه يقدم سيدنا عيسى فيرفض ويقول بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة المباركة لكن قلنا يا جماعة مرة الفاتت وطرقنا الحديث أو وقفنا عند الكلام ده بالظبط إحنا قلنا أن أبرز علامة وأبرز علامة وأوضح علامة للظهور المهدي وإن هو دوة المهدي اللي هو الجيش الذي يخسف به تعالوا نعرف قصة الجيش ده الذي يخسف به والجيش ده بتاع مين؟ ومن اللي هيطلع في الجيش ده؟ ومن الذي سيكون قائدا لهذا الجيش؟ وكيف يخسف بهذا الجيش؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة دي ونعرف معا حاجات تانية كثيرة عن المهدي عليه السلام تعالوا نبدأ مع بعض بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وكما يعني وعدت إن شاء الله أخواتي الفضليات وأخواني للأفاضل إن كل اللي بيبعثوا رسالة عشان الدعاء إن شاء الله نخصهم بالدعاء في التلت الأخير من الليل لكن عشان وقت الحلقة ما أقدرش طبعا أن أنا أخص حلقة كلها يعني اللي هي هذه الرسالة ربنا يحفظنا ويحفظك وربي العالمين طيب تعالوا نبدأوا نشوف العلامة المميزة أو العلامة المميزة لظهور المهدي عليه السلام قلنا العلامة المميزة ديت هي خصف لجيش إيه قصة الجيش ده يا جماعة؟ قصة الجيش تعالوا نشوفها من خلال الحديث علشان يدقى الكلام موفق بفضل الله سبحانه وتعالى حديث روال بخاري ومسلم واللفظه لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة أمنا عائشة لفتروي الحديث بتقول عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي يعني هي عبثة عبثة يعني تحرك جسمه كأنه يتناول شيئا أو إنه حرك جزء من جسمه أو إنه حرك أطرافه يعني حصل حركة من جسم النبي عمره ما كان بيعمله قبل كده عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك عملت حاجة عمرك ما عملتها قبل كده فنحن نبع السلام شوف بقى من أهمية الحديث وحسي بالكلام اللي أم قالوا ده كله منتقل لشيء مهم جدا قال العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت يأمون يعني يخصدون البيت اللي هو البيت اللي هو الكعبة بيت الحرام بيت الله الحرام أخبرك العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من كريش مين هو الرجل من الكريش اللي هو المهدي تمام قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء البيداء دي مكان واسع كده صحراء بين مكة والمدينة حتى إذا كانوا بالبيداء خصف بهم إيه اللي يحصل؟ النبي عسام بيقول ناس هيطلعوا من المكان دوت وما بين مكة والمدينة في حتة اسمها البيداء هيخصف بالجيش دوت خل بالك النبي بيتكلم عن الموضوع دوت والموضوع ده مثلا إيه؟ شوف النبي عسام من أكتر من 1400 سنة ولسه كمان المهدية لم يظهر يعني نقول مثلا قدامنا كمان الله أعلم طبعا أنا مقدرش أن أخمن بهذا التاريخ لكن أقول مثلا قدامنا حتى كمان 50 سنة ولا 100 سنة يعني أكتر من 1500 سنة ونبي بيقول هيحصل في المكان الفلاني إن الجيش دوت هيخصف فيه شفت عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فالصحابة قالوا إيه؟ فقلنا يا رسول الله إن الطريقة يجمع الناس إن الطريقة يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ عايزين يقول له يا رسول الله طب إيه ذنب الناس اللي هيتخصف فيهم دولت ما هو أصل الطريق والناس مسافرة في طريق واحد أفطرد مثلا الناس مسافرة من مصر من القاهرة الإسكندرية حصل إن في منهم ناس ما كانوش كويسين مثلا يعني فخصف بهم طب ما في نفس طريق إسكندرية في ناس أفاضل مسافرين واضح المعنى للنبي عزيزيلي الصحابة عزيزيلي قالوا إيه؟ في ناس في الطريق ناس كويسين جدا ما لهمش علاقة بالموضوع لا رايحين يعملوا معصية ولا رايحين يعملوا حاجة فيها شرك بالله ولا أي حاجة دول الناس ماشيين في طريقهم قالوا يا رسول الله إن الطريقة يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر يعني إيه المستبصر اللي رايح وعارف هو رايح فين ورايح يعمل إيه بالزبط بالملي هو فهم كويس جدا إنه رايح حاجز يقتل المهدية عليه السلام هو عارف كويس جدا إنه رايح يحارب أولياء الله ورغم ذلك طالع دول طبعا يعاقب يعاقب لأنه عارف هو بيعمل إيه؟ فيهم المستبصر والمجبور في ناس طلع غصب عنها هي مش راضية عن الوضع ده زي ما كان بيحصل ما بين بعض الجيوش بقى جيش كافر بيقاتل جيش مسلم لكن في الجيش الكافر ده في بعض المسلمين موجودين فيه إكراها وإجبارا فالنبي بيقول كده فيهم المستبصر وفيهم المجبور خب بالك بقى وابن السبيل ابن السبيل ده واحد كان ماشي في نفس السكة هو لا يعرف حاجة عن الجيش ده ولا لأ علاقة بالجيش ولا طالع يقاتل ولا أي حاجة لكن لما خصف بالجيش خصف به مع الجيش واضح؟ يعني هو بنيوش زنب في أي حاجة خالص مرة قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل إيه اللي هيحصل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى آه هم كلهم هيموتوا في نفس المكان ويخسب فيهم في نفس المكان لكن يوم الإيامة لما يصدروا يوم القيامة للعرض على الله وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فمنهم المستبصر اللي كان رايح عشان يقتل المهدي ده معروف مصيره ده إنسان كان قاصد أنه يروح يقتل أولياء الله سبحانه وتعالى وفيهم المجبور اللي هو المعزور اللي هو خرج غصبا عنه بالكيد والقهر والقوة وفيهم ابن السبيل اللي ما كانش لي في أي حاجة بالمرة لكن كان ماشي وخبالك سبحان الله قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نيتهم شوف كتنييتك طالع تعمل إيه هتحاسب على النية بتاعتك بالمل يبا ده ده رس حلو قوي قوي إن إحنا ما نجزمش لحد يا جماعة إن نقول فلان ده شهيد وخبالك الجيش دوت هيخسب فيه ورغم إنه جيش مخسوف بيه اللي إن فيهم ناس طيبين جدا ما نهوش علاقة بأي حاجة خالص بالمرة فيهم ابن السبيل اللي كان ماشي وما نهوش علاقة بالموضوع ده ولا علاقة بالقتل الجيش ولا قتل المهدي ولا أي حاجة ولا طالع إيه من أي حاجة واضح؟ يبقى ما نحكمش عليهم إنهم كلهم هلكة أو كلهم يزم بالله إن الناس فسقة أو مجرمين أو غير ذلك ما نقدرش ليه؟ ما نعرفش دور كانوا طالعين ليه؟ فيه منهم اللي طالعوا وعارفوا راح يعمل إيه؟ وفيه منهم اللي طالعوا مجبور مكره وفيه منهم اللي مكانش ليه في الموضوع ولا عارف أصلا دور كانوا طالعين ليه؟ ده ابن السبيل كان ماشي فيه نفس إيه؟ السكة فخصف بيه مع الجيش في المقابل لما نعرف إن واحد قتل في أي مكان من بلاد الإسلامية نقول إيه؟ نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا ليه؟ لإن ما نعرفش مين هو الشهيد بطا عايز أقولك بقى قاعد حلو أبدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إن لو في يوم من الأيام جب بتقرأ في سيرة الرسول على السلام هتقف على مواقف جميلة جدا جدا من ضمن المواقف ديت إن تعرف منها أو تاخد منها درس إن لو واحد كان بيقاتل خلف النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لو بيقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في نفس الجيش إوعى تقول إنه شهيد إلا إذا جاء نصه من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الدليل على كده حبيث البخاري ومسلم إن رجل كان بيقاتل مع النبي في يوم أحد في غزوة أحد إيه اللي حصل يا جماعة رجل ده ما ترك شازة ولا فازة إلا أصابها كانت رجل بيقاتل قتال شديد جدا فالصحابة رايحين يقولوا لنبي يا رسول الله ما رأينا أحدا قبل بلاء المثل هذا الرجل أهو من أهل الجنة يعني يا رسول الله ما فيش حد فينا عمل اللي رجل ده عمله واضح الكلام بيلوله أهو من أهل الجنة فإذا بالمفاجأة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار أنهر أبيض بعض الصحابة كاد أن يفتن قال له يا رسول الله ده ما حدش فينا عمل اللي هو عمله قال بل هو من أهل النار فواحد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله صاحبه أنا أمشي معاه وأقول لك وعمل إين فمشي وراه وفضل صاحبه كده في معركة غزوة أحد فالرجل ده أصيب إصابة شديدة جدا لم يتحبله فأخذ ذبابة الرمح اللي هو النص التعال الرمح ووضعه بين الثديه جدا في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا فجاء الرجل إلى النبي وهو يعني يجري بقول له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله فقال النبي وماذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا الرجل اللي أنت قلتن عليه أنه هو من أهل النار أصيب إصابة شديدة فلم يتحمل فاتكأ على ذبابة الرمح فقتل نفسه فمات منتحرا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحط القعدة الكبيرة اللي نترب عليها يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم أنا عارف حضرتك هتقول ليه هتقول لي طيب ماذا ظلم صح كده أنا عايز أقول لك إن ده مش ظلم ليه لأن في زيادة عند الإمام مسلم توضح إن ده مش ظلم والمولى عز وجل حاشا لأني يكون ظالما لعبدي من عبادي قال جل وعلا في الحديث القلسية للظلام مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمه محال محال يا جماعة إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يظلم أي عبد من عبادي سبحانه وتعالى الشيك في الموضوع الزيادة لفرات موسيقى بتقول ليه إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يعني الرجل ده ما كانش بيعمل العمل ده جماعة خالصا الواجه لا ده كان بيعمل رياءا ونفاقا عيزا بالله فعشان كده ربنا كشف ما في قلب هذا الرجل قبل أن يموت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة أبى الله إلا أن يفضح المنافقة في الدنيا قبل الآخرة واضح المعنى يبقى ربنا ما ظلموش هو لم يرد بعمله وجه الله الرجل ده كان بيقاتل عشان يتألنه شجاع وجريء ولذلك في حديث البخالي المسلم واللفز المسلم لما النبي وصف التلاتة أول من تصعر بهم النار يوم القيمة كان من ضمنهم مين يا جماعة رجل مجاهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيسأله جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم يقول قاتلت فيك حتى قتلت فيقول جل وعلا كذبت وتقول الملئكة كذبت ثم يقول له جل وعلا إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع وقطقير خدت حظك من الدنيا ثم يأمر الملئكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم ربنا عافينا وعافيكم إذن إنيا يبقى منقول شفلان شهيد نقول نحسبه من الشهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا ولذلك سبحان الله شوف في غزب التبوكي أخي سبحان الله الناس يا جماعة طلعين يقتلوا ويجهدوا خلف النبي حد متخيل أنت النهاردة لما ربنا يكرمك ويشارفك بالجهاد في أرض فلسطين وتقول الحمد لله ربنا أكرمني وجهدت من أجل استرداد المسجد الأقصى ده أكبر شرف في الدنيا كلها ربنا يبلغنا وإياكم هذا الشرف فتخيل بقى لما يكون بتقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك تخيل إن ناس طلعين بيصلوا خلف النبي وبيصوموا مع النبي وبيصبعوا كلام النبي وبيشوفوا النبي ويصحبوا النبي وراحين يجهدوا خلف النبي ويحكموا المولى عز وجل عليهم بأنهم قد كفروا طيب إزاي قال جل وعلا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا خبرة ربيض يعني ده ناس طلعين يجهدوا في سبيل الله جماعة ده اللي مش قاعدين مثلا في صالة ديسكو ولا قاعدين على شاطئ بحر بعكسوا بنات ولا ده راحين يجهدوا خلف النبي بس عملوا عملة صعبة قوي عارفين عملوا إيه وهم ماشيين مع النبي رايحين غزوة تبوك ويسموها غزوة العصر كانت صعبة جدا جدا وبعدين طلعين خلف النبي في عز الحر والموت وفي عز التعب والنصب ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن مجموعة من اللي طلعين خلف النبي ناس منافقين وربنا أراد إنه يظهرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم طلعين سابوا النبي والصحابة ماشيين قدام وقالوا إيه نرجع إحنا نتأخر سنة يعني هم ماشيين مع النبي والصحابة بس ماشيين وراهم إيه مثلا بمئة متر وراهم مثلا وبدأوا يتريعوا على النبي وعلى الصحابة يقولوا إيه ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء بيقولوا ما شفناش زي دولة زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه دولة أرغب بطونا يعني همهم على بطنهم شفت أخيه اللي بيقولوا كلام ده عن النبي وعلى الصحابة شيء يعني قبيح جدا يعني قبالة وبعدين وأكذب وألسنة بيتهموا النبي والصحابة بالكذب وأجبن عند اللقاء ولما يحصل بقى اللقاء بيننا وبين العدو هم دول الله يهربوا ويغضى بالمولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي وينزل جبريل عليه السلام في نفس اللحظة في نفس اللحظة يقول له يا رسول الله دولة قالوا عليك كذا ولو سألوك قلوهم الكلام اللي هقولوك ده ده وقت ده قرآن ولئن سألتهم لو رحت تسألهم ده وقت يا محمد صلى الله عليه وسلم انتو عملتوا كده ليه ليقولون ده الكلام ده جبريل بيقول للنبي قبل هم يردوا جماعي يعني هو بيقول له ايه لو هتسألهم هيرد عليك بالكلام اللي هقولولك ده وقت ووضحش في المعنى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب لو قالوا لك الكلمة دية يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد ربنا سبحانه وتعالى النبي يركب على الدابة بتاعته وراح مكلمهم بقى رجع لهم مكلمهم قال لهم انت قلتوا كذا وكذا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء قالوا لي يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجب خبالك بقى إنما كنا نخوض ونلعب نحن كنا بنغذر والله العظيم ما كان قصدنا حاجة نحن كنا بس يعني السكة صعبة وطويلة والدنيا حر فكنا بنسلي نفسنا وبنقول بعض الكلمات بس عشان السكة تعدي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دول فين يا جماعة دول في أرض الجهاد ورى مين ورى النبي محمد وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك خدوا الحكم الشديد دوت ليه بالاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه فتخيل بقى لما واحد بقى يستهزئ بالملك جل وعلا وسبحان الله يعني الواحد بيسمح حاجات عجيبة جدا جدا في زماننا ده لك أنت تخيل من راجل راجل دكتور على صفحات إحدى الجرائد الصفراء وما أكثر جرائد الصفراء في زماننا ده ربنا عافينا إن طالع يقول إيه يقول بيتهم هو دكتور دخال دكتور في كلية شريعة بيعلم شبابنا وبيعلم ولادنا الشريعة الإسلامية طالع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم من أخبث التهم بيقول إن محمدا حتى من خير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمدا كان دكتوريا لا يدعو أحدا يناقشه إلا قتله هب بالك التهمة التانية أن النبي أوجب على الأمة نكاح المتعب زواج المتعب بتاع الشيعة الحاجة التالتة أن النبي ما كان يخرج لغزواته إلا من أجل السرقة والسلب والنهب تخيل حضرتك لما واحد مسلم مش مسلم بقى لما واحد رجل وصل لمرتبة علمية إنه بقى دكتور ويطلع مش يسب مثلا في أصحاب الميل الأخرى وإحنا بنقول يا جماعة ما ينبغيش إن إحنا نسب في أي حد لا نسب لا في يهود ولا في نصارى ولا في تسب السب ده عايزين نقول إيه إذا كنا بندعو على اليهود بنقول ربنا ينتق منهم يا رب العالمين وربنا ياخذهم أخذ عزيز المختدر لكن ما ينفعش إن أنا أقعد أسب في نبي الله موسى عليه السلام وخبالك ما ينفعش إن أنا أسب في أي نبي من الأنبياء فلك أن تتخيل وبرضو ما ينفعش إن أنا حتى لو لو حبيت إن أنا مثلا يعني أتكلم أي كلمة في منهج خطأ في عند النصارى أو غير داري لا يجوز لي إن أنا أسب في سيدنا عيسى فتخيل بقى لما يكون مسلم لما يكون مسلم وبيسب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأصل يا جماعة إن المسلم ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا 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 حد أبدا بالعاكس ده إحنا عايزين ندعو الأمم كلها لكي يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى طب تخيل حضرتك لو جيت النهاردة لواحد ليس على ملة الإسلام وعمال بتسبه وبتسب ديانته وبتسب نبيه طب كيف يستجيبه لك طب شوف النبي كان بيقليه مع المشيكين اللهم لا يدين لهم اللهم كانوا بيعبدوا الأصنام اللهم كانوا بيعبدوا الأصنام ورغم ذلك كان يتألف كله وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يرحول الصحابة والحديث رو مسلم يقول يا رسول الله قالها تدعو الله على المشيكين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بؤثت رحمة صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين رسول الله رحمة للإنس والجن وللبر والفاجر والكافر تخيل النبي رحمة للقون ده كله عشان كده بقول ما ينفعش ان احنا نقعد نسب في كل اللي حوالينا لا نحن عايزين ندعوهم باللين وبالرحمة طبعا احنا بنتكلم عن ايه عن الناس العاديين أما المحاربين لهم وضع تاني يعني اللي اليهود اللي عايشين في فلسطين اللي بيقتلوا في أخواننا المسلمين في غزة في فلسطين لا دولهم حكم تاني دول ندعو عليهم ليلة نهار ونسأل الله عز وجل ان ينتقم منهم ان يأخذهم أخذ عزيز المختدر وخبالك لان دول يعني يعني عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا تخيل لما رجل يطلع ويقول لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى ما يقولش النبي بيقول بيقول محمد شوف يا اخي سبحان الله الواحد يجيله قلب ازاي يقول محمد من غير ما يقول صلى الله عليه وسلم او يقول النبي محمد او سيدنا محمد ده سيدنا سيدنا ده تجرس ده هو اللي قال انا سيد ولدي أدم يوم القيامة ولا فخر شوفت اوضع النبي اخي صلى الله عليه وسلم فلما يقولك ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كان ديكتاتوريا حتى انه لم يدع احدا يناقشه إلا وقتله طبعا اقول للدكتور يا ربي يا ربي هدي يا ربي هدي كل المسلمين يا ربي وبنادعو للجميع والله بالهداية احنا مش مصطحتنا ان احنا نقول يا ربي انت من واحد بيعمل حاجة زي لما يسب النبي ويدرس الكلام ده لولادنا في كليات قبلك هدايته مصطحة لنا انه هو بدل ما يسب في النبي لأ يعرف طلبة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ما عايز اقول له يا دكتور يعني ارفق بنفسك النبي ما قتلش حد في عمره ده كله إلا واحد بس وكان لها سبب واحنا قلنا قبل كده يا جماعة لو تذكروا في الابحاث اللي احنا عملناها في الرد على الشبهات التي اثيرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الكلام ده مش عايز اكار الكتيب بس لازم اقولها دلوقتي النبي كان قوته بكم رجل يا جماعة النبي كان قوته بأربع تلاف رجل ايه الدليل على كده حديث البخاري عن سيدنا انس ابن مالك انه قال لقتادة ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوة اربعين رجلا زاد ابو نعيم في صفة الجنة ان انس قال لقتادة قال ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة اربعين رجلا من اهل الجنة خب بالك طب ان النبي قوته اربعين رجل من اهل الجنة قوة الرجل الواحد من اهل الجنة قد ايه تعال نروح للحديث الذي الوقت طبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماعة يبقى قوة الرجل من اهل الجنة بمئة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة كم واحد اربعين رجل اربعين في مئة باربع تلاف ولذا علق الحافظ امير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله سعى وقال وعلى هذا ايه الكلام ده فتح البارد ده مش بحث من دماغي ده الكلام ده فتح البارد قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باربعة ألاف رجل يا دكتور القوته بقى النبع السلام قوته أربع تلاف رجل أتل كم واحد منذ بداية البعثة إلى آخر يوم في حياة النبع السلام تلاتة وعشرين سنة يؤذى ويقاتل ويتهم في عرضه ويلقى الطلابه فوق رأسه ويلقى السل الجزول على ظهري ويطرد من مكة ويقول وهو يقول ويبكي ويقول والله إنك لأحب بلادي الله إلى الله وإنك لأحب بلادي الله إلى رسول الله ولولا أن قوم يخرجون منك ما خرجت ويتعرض لتسع محاولات قتل صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله أكبر ولم يقتل إلا رجلا واحدا إنه هو أبي بن خلف وأرجو أنك تركز معايا أبي بن خلف وكان لها سبب والله كان لها سبب هو النبي لما يلاقي سبعين من الصحابة قتل في يوم أحد ليه ما قتلش المرشكين وكان قادر صلى الله عليه وسلم أن يقتل أكبر قادر المرشكين النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته الأولى مش قتل الناس يا جماعة سمعوا عايزين نسمع الكون ده كله المصلحة الأولى للنبي مش قتل الناس وإنما تعبيد الناس لرب الناس قالها تلميز النبي ربعي بن عمر حينما سأله رستم قائد جوش الفرس وقال له من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة هي دي المسألة قبي بن خلف أسائل أدب مع النبي كل ما قابل يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة 2-3-10 النبي حسب أن فيها إهانة لي زيادة عن النزوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك حلف أقسم بالله فلابد أن يبر بقسمي قابله في غزوة بدر ماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما دخل الطعب حيثة والعمل أي حاجة إيا بس بالرمح يعني نفض الصحابة من حوله وأخذ الرمح وضرب هذا الرجل هو قبي بن خلف ضربه واحدة الضربة دي ما وصلت لهش على فكرة دي يدوب بس يعني وصلت ذبابة الرمح أو ذباب الرمح الحتة الصغيرة دي وصلت لصدر هذا الرجل فعملت له كدمة فظل يخوره كما يخوره الثور والناس يقول له ماذا بك يعني ده أنت مفيش ده حاجة صغيرة خالص اللي جات به قال والله لو نزل بجبل ما نزل به لتفتت الجبل ومات الرجل هل النبي قتل أي حد غير هذا الرجل يا جماعة يا جماعة عيب عيب يبقى مسلم ويسب النبي عيب قوي قوي ده عيب النكافر ويسب النبي حرام حرام الأنبياء لا يسبون مش النبي ومحمد بس صلى الله عليه وسلم لا ده احنا بنقول كل الأنبياء عنا رصنا من فوق تجرؤسنا صلواته رب وسلامه عليهم فمش يجي النهاردة واحد ودكتور ويقول لك ده النبي كان ديكتاتورين استغفروا الله ليه كده ليه تقالي هذا الكلام يعني أنا مش عارف أقول يعني أنا عايز أقول ده أهل العلم قالوا من سب النبي شو ما قالوا قالوا كمان لا يستتاب قالوا حدوه القتل ليه لأنه ممكن يسب النبي فهرجع يقول خلاص أنا طبت ومش يسبه فيسبه تاني ثم يقول طبت قالوا فصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل تخيل نحن مش عايزين بقى أن نخش في المسائل في القيادة وقول الأئمة لكن عايز أقول يعني إزاي الواحد يخطر على باله أنه رجل دكتور ويقعد يسبه في النبي ويقول لك وكان النبي أوجب زواج المتعة مين قال أن النبي أوجب زواج المتعة إن كان النبي أباح ذلك بوحي من الله في بداية الإسلام ثم حرم ذلك بعد ذلك فليس معنا هذا النبي أوجب زواج المتعة وأن نكاح المتعة ده محرم حرم باتفاق يعني هذا من ضمن الأشياء التي أو الشرع المبدلة التي يعني تدين بها الشيعة إن الشيعة من لم يتمتع فليس بشيعي إيه نكاح المتعة نكاح المتعة أنه واحد كأنه عفوا بيستأجر امرأة هات زواجها المدت أسبوعين ثلاثة مقابل مبلغ هو ده نكاح ده لقيام أسره ولا غيره لا طبعا ده نكاح من أجل المتعة ليس هناك أي فرق بينه وبين عيزا بالله السفاح والزنة ربنا عافنا عافيكم وحيم يقول لك بقى في النهاية وقال لك وكانت غزوات النبي من أجل السرقة أعوذ بالله إن كان المولى عز وجل أحل الغنائم للمسلمين هل تسمي الغنائم سرقة كيف تسمي الغنائم سرقة طيب والمشيكين واللي خدوهم المسلمين واحتلوا ديارهم وأخذوا أموالهم في مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الصحابة عن بعض ما أخذ منهم لما قال لهم خرجوا إلى الغنائم للقافلة بتاعت أبي سفيان عير أبي سفيان في غزوة بدر وانقلب الأمر إلى قتال ولم يحصلوا على القافلة دي بتسميها سرقة كيف تسمي سرقة وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل صورة كاملة في كل نسوه سورة الأنفال فالأنفال لم تكن حلانا للأم من قبل لكنها كانت حلانا لنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى نرجع لموضوعنا إذن لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل نار ولا نقول فلان شهيد إلا بنص من عند الله أو نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى نرجع بعد قصة الجيش معلش أني طلعت بره شوية لكن كان لازم أطع بره في حتة ديت لأن ما ينفعش أننا أسمع أن واحد بيسب النبي ونسكت فلابد أن نحن نرد ونفند هذه شبهات في عجالة سريعة فالموضوع يحتاج رد طويل جدا جدا فضل الله سبحانه وتعالى نرجع لقصة الجيش في الحديث الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة جيش المهدي عليه السلام ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بهم طب ده مش جديد الكلام ده من ترس قيل من شوية إن الجيش هيتخصف بيه بس هيتخصف بيه إزاي بقى دي الحتة الجديدة بقى حتة جديدة بقى في رواية أم المؤمنين حفصة إن النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم قال لا يأمن هذا البيت جيش يغزونهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض في منطقة كده ما بين مكة ومدينة الصحراء قد بارك بقى إيه اللي يحصل خصفة بأوسط الجيش الجيش عبارة عن مقدمة ومؤخرة وقلب قلب الجيش اللي هو الوسط الوسط دوت هيخصف بيه الأرض تخيل كده حضرتك الجيش ثلاث كتاب كتيبة قدام وكتيبة في النص وكتيبة وراء إيه اللي يحصل وهم ماشيين في أسناء ماشيهم رايحين عشان يقتلوا المهدي عليه السلام إيه اللي يحصل الجيش يخصف به فينادي أولهم آخرهم الجيش اللي في النص تخصف به فالجيش اللي قدام هينادي على الجيش الورى شفتوا اللي حصل ده الجيش اللي في النص تخصف به فيا كورونا بالا آه شفناه شفناه هو بيتخصف به ثم يخصفوا بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عن خصفهم يا الله يعني منظر عجيب جدا أنا عادت أتخيل المنظر كده عادت والله بجد عادت غمضت عنها كده وتخيلت المنظر قدام علي جيش من ثلاث كتاب طالع أوسط الجيش وأوله وآخره الوسط رايح تخصف به فالأولين بيكلموا الأخرانين بيقول لهم شفتوا الجيش اتخصف به آه شفناه فلسه بيتكلموا راح تخصف بالأول وبالآخر ولم بأول جيش وآخر جيش ولم يبقى إلا رجل أو رجلان شريد رجل مثلا وراح هو بقى نزل ووصل مكة وأخبرهم هناك في مكة قال لهم ده في جيش كان طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام فخصف بالجيش في المكان الفلاني ايه فايدة المعلومة ديت طب وليه الراجل ده ربنا نجاه بسؤال مهم طب مكان كلهم يموتوا مع وجيش بس نطلع مثلا من 10,000 15,000 20,000 من حتى 2000 وتخسب بكله خلاص مش كانوا راحين يقتلوا المهدي عليه السلام ما يتخسب فيهم وخلاص قال لك لأ لازم واحد يفضل ليه علشان يروح يقول اللي حصل طب قوله حصل هنستفيد هنستفيد كتير جدا هو مش النبي قال الحديث دوت آه قال الحديث دوت ومش كلنا عرفناه آه كلنا عرفناه يبقى ايزا لما احنا نكون مع المهدي وبعضينا لسه شاكك هل هو المهدي ولا بش المهدي واضح المعنى فأول ما يجينا الشريط يقولون يا جماعة يا مسلمين ايوة خير ده فيه جيش كان طالع يقاتل واحد اسمه محمد ابن عبد الله المهدي فتخسف بالجيش كله ولم يبقى الا انا في اللحظة دية كل المسلمين بلا استثناء هيتأكدوا انه هو دوت المهدي لان النبي ذكر هذه العلامة من علامات ان دوت هو المهدي طيب قائد الجيش اللي طلع عشان يقاتل المهدي ده مين حيختلف اهل العلم في الموضوع ده لكن ذكر كثير منهم ان هو اسمه السوفياني اللي ايه اسمه السوفياني السوفياني نعيم بن حمد في كتاب الفتن وكتاب الفتن ده يعني ايه يعني فيه حاجات كتيرة جدا جدا ضعيفة لكن ذكر السوفياني ده في عشر فصول من كتاب الفتن خير عشر فصول نعيم بن حمد عمالي اتكلم عن السوفياني وذهب السوفياني وحصل من السوفياني وناسب السوفياني وآل سفيان وراح وخرج ومحمد يوصف في حاجات كتيرة جدا خاصة بسفيان فلم يصح من موضوع السفيان إلا حديث واحد فقط إيه هو الحديث ده ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا عشان نرجع لكسة الجيش اللي اتخسب به عشان نعرف العلامة المميزة للمهدي عليه السلام فابقوا معنا وكتروا من صالة على حبيبك صلى الله عليه وسلم طوح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما تعالوا نكمل قصة المهدية عليه السلام قلنا يا جماعة إن الجيش اللي طالع من بلاد الشام عشان يقاتل المهدي عليه السلام الجيش ده سيخسب به وصفنا الخسفي كما في حديث أمينا صفيا إن الجيش ده هيخسب به أو كما في حديث أمينا حفص عفوا إن الجيش ده هيخسب بواسط الجيش ثم ينادي أولهم آخرهم وإلهم شفتوا مثلا شفنا الخسفي ده فيخسب بهم جميعا ولا يبقى إلا رجل واحد له يذهب إلى مكة ويخبر الناس بخبر الجيش الذي خسف به في اللحظة ديه نتأكد جميعا إنه هو دوت المهدي الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من جاء في بعض الروايات أن الرجل اللي هيقود الجيش دوت عشان يقاتل المهدي اسمه السفياني السفياني زي ما قلت لحضرتكم قبل الفصل أن نعيم بن حمات في كتاب الفتن ذكر السفياني في عشر فصول وصالة وجال في هذه المسألة لكن قلت أن كل رواية ديت لا تصح إلا رواية واحدة رواها الحاكم وصحها على شرط الشيخين وأقرره الإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله رحمه الله وسعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق هي من دمشق تمام كده وعامة من يتبعه من كلب قبيل اسمها كلب فيتبعون اللواء السفياني يروح يقتل معاقل المهدي عليه السلام فيخرج رجل من أهل بيتي بالحرم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ولم يبقى إلا المخبر عنهم يعني لا يبقى إلا الرجل الذي يذهب إلى المهدي وإلى أدباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف بيه أظن كده أنه هي كده تتضح تماما جيش طالع من قلب دمشق على رأس رجل اسمه السفياني هيعدي على قبيلة اسمها كلب هتتبعوا القبيلة ديت عشان تقتل المهدي فهم مشيين في الطريق وصلوا لحتة اسمها البيداء إلا يحصل هيخسف بوسط الجيش ثم ينادي أول الجيش آخر الجيش شفتوا اللي حصل آه شفنا ثم يخسفوا بهم ولا يبقى إلا رجل واحد يذهب الرجل دوت إلى المهدي وإلى أدباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به فيتأكد الناس جميعا أن هذا هو المهدي طيب في أدلة من السنة على ظهور المهدي طبعا تواطر أحاديث المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث التي وردت بذلك متواترة تواطرا معنويا يعني إيه تواطرا معنويا تعالوا نذكر الحديث منهم الأول بعدين نذكر يعني إيه تواطر معنويا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روى أحمد والحاكم بسنة صحيح قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا حتى تمتلئ الأرض إيه ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من آل بيتي أو من أهل بيتي يملأها قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لا حديث عن المهدي يمكن ذكرناها بكذا كذا مرة طيب يعني إيه حديث المهدي متواترة تواطرا معنويا هو التواطر يعني إيه أو التواطر كم نوع التواطر نوعين تواطر لفظي وتواطر معنوي طب يعني إيه تواطر لفظي تواطر لفظي يعني الحديث دوت وردت فيه روايات كثيرة جدا 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 لكن كلها بلفظ واحد الصحابي دوت رواها بنفس اللفظ والصحابي الثاني رواها بنفس اللفظ برضو عدد كوي جدا زي إيه زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبأق مقعده من النار الحديث ده رواه سبعين واحد من أصحاب النبي وكلهم روه بلفظ واحد واضح كده طب ده طهاتر ايه طهاتر اللفظ ان يكون كل روايات بلفظ واحد طب طهاتر المعنوي يكون نفس الحديث رواه برويات كثيرة جدا أو كثيرة جدا لكنها مختلفة في الألفاز بتاعتها المعنى واحد لكن اللفظ مختلف زي ايه زي مثلا الحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ده رواها كم صحابي لواءها ميت صحابي لكن بروايات بألفاظ مختلفة بيتسمى تواطر معنوي بإذن الحديث المهدي وردت من روايات كثيرة جدا 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 لكن بألفاظ مختلفة فعشان كده تسمى متواتر تواطرا معنويا وبعدين تواطر يعني إيه لواءها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة خبالك أو رواها مجموعة جدا من التابعين عن مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عن النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف حديث حجيب جدا حديث في غاية روعة من حديث النبي عسام في موضوع المهدي لأن احنا محتاجين نعرف هو النبي قال إيه عن المهدي كل حاجة قالها النبي عن المهدي محتاجين نعرفها عشان نعرف قدر المهدي وقد إيه من المهدي فعلا هيجي يملأ الأرض قرسطا وعدلا كما ملئ الظلمة وجورة موضوع خطير جدا وزي ما بقول لحضرتك الأمة الآن كلها أو جل الأمة الآن بتهيأ لاستقبال المهدي أنا عايز أقول حاجة مسألة مهمة جدا من خلال قراءة أنه فعلا مش هو ده زمن المهدي لأ لسه شوية لسه شوية الأمة محتاجة تستوي زي ما بقوله الأمة محتاجة ترجع أكتر وأكتر لربنا الأمة محتاجة كلها تتضافر جدا الأمة محتاجة أن هي تنسى الانقسامات والاختلافات والمشاكل والأهواء وترجع كلها تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت دوت هننتصر على اليهود وهنطهر أرض فلسطين من دنس اليهود وهننتصر عليهم وبفضل الله وسيرد إلينا المسجد الأقصى مرة أخرى في الوقت دوته بعد حصول المسلمين على المسجد الأقصى أقول لك يقينا هو ده زمن المهدي يبقى لن يظهر المهدي واحفظ معايا الكلام ده لن يظهر المهدي أبدا إلا إذا عادت الأمة إلى الخلافة الإسلامية أو على الأقل إلى صحوة مباركة تعم الكون كله ثم يعود المسجد الأقصى في الوقت دوت أقول لك يقينا إحنا مستنيين ظهور المهدي عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي الله شوف يعني كإني نابعي يسأل إيه وجود المهدي وسطكم دي بشرة جبيرة جدا أنا بسقها إليكم صلى الله عليه وسلم كإني نابعي يقول إنتريكم عندي هدية الهدية ديت إن المهدي ده من آل بيتي هيبعف هيمللقوا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهدي ده ثمرة من ثمرات النبي حسن حد يقولي إيه ده هيملل الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يعني هيعمل حاجات ممكن ما يكونش عمالها بعض الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا أخو بالك ده المهدي صمر من صمرات النبي صمر من صمراته كل اللي هيعمله في ميزان حسنة النبي لأنه تلميذ من تلميذ النبي اللي اتربوا على منهج النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعثوا على اختلاف من الناس وزلازل لو تلاحظ حضرتك اللي كان عايش في أيام الستينات والسبعينات كنا لما نسمع عن زلزال حصل في بلد كان موضوع حاجة يعني عارف كأنك بتسمع وهم من الأوهام زلزال طب الزلزال دي شكله إيه طب بيعمل إيه طب بيشعف إيه الآن انتشرت الزلازل والبراكين في أقطار الأرض بشكل لا يخطر على قلب بشر حتى إن الزلزال الواحد أحيانا بيدمر قرى بأكمالها يعني لك أنت خيل إن مدينة كاملة في أمريكا ابتلعها تحت الأرض كاملة مدينة كاملة في الجزائر حصل فيها نفس الكلام ده من سنوات خبالك قاعدة تركية كاملة تنخصفها في البحر خبالك آه فالنبي عسان بيقول إيه بيقول أبشركم بالمهدي يبعثوا على اختلاف من الناس في اختلاف بين الناس طبعا اختلاف واضح جدا جدا إن في اختلاف كبير لسه الأمة ما اجتمعتش على قلب رجل واحد حتى في البلد الوحدة مش عايز أقول في اختلاف بين البلدان لا حتى في البلد الوحدة تجد جماعات وتجد فرق وتجد وتجد وأهواء حتى تجد يعني زعامات وتجد أشياء عجيبة جدا لسه الأمة ما اتحدتش لسه الأمة ما اعتصمتش بحبل الله كما ينبغي واضح قال إيه يبعثوا على اختلاف من الناس وزلازل فيملأوا الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا قال رجل وما صحاحا قال بالسوية بين الناس يعني يعادل بينهم يعطي دوت 2000 درهم يبقى يعطي ده 2000 درهم يعطي ده 4000 يعطي ده بالتساوي بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى القلب يتملي غنى ما نش عايز مش هتطلب من حد حاجة ولا هتسأل حد في أي حاجة ولا هتعوز من حد أي حاجة ربنا هيغني قلبك القناعة كنز لا يفنى أن ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن سؤال أي إنسان على وجه الأرض في الوقت ده قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله يعني العدل ينتشر على الأرض كلها فلا يبقى أي يعني أي ظلم ولا جور بفيش ظلم يبقى موجود على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يأمر مناديا فينادي ده مين ده المهدي عليه السلام من له في مال حاجة حد عايز فلوس ويشوف الكلام بقى يعني إيه تخيل حضرتك لما ييجي مثلا رئيس دولة ويقول للشعب حد عايز فلوس شوف بقى اللي يحصل يعني ربنا يكرمنا وكلمة كرب العالمين يعني أنا أذكر هنا في قناة الناس ربنا يا بارك في القائمين علي يا رب العالمين في يوم الأيام أخت فاضلة فتحة دار كده لرعاية الأيتام تقريبا أظن على ما أذكر وفي نفس الوقت بتقدم مساعدات لبعض الأسر الفقيرة فبتعتمد على زكاة المال اللي بتدفع لها والصدقات عشان تقدر توزع على الناس دولة فطلبت مني أني أنا أعلن في القناة كلام دي من حوالي أظن تلات أربع سنين أني أنا أعلن في القناة أني بعض الأغنياء ربنا يا بارك فيهم اللي ربنا موسع عليهم يروحوا المكان دوت يدفعوا زكاة مالهم وصدقاتهم علشان هي يكون عندها قدرة على أني يتوزع أكبر قدر من الأموال ديت على الفقراء لأنه عندها حالات صعبة جدا فأعلنت قلت يا جماعة الناس الأفاضل اللي ربنا موسع عليهم ويعني الحمد لله رب العالم يروحوا المكان الفلان ودتي الأنوان قلت الأنوان على الهواء فيروح عشان يتبرعوا عشان المكان ده بيقدم مساعدات لأسر الفقيرة فالله يبقى فيك عشان بس الدنيا يعني الأخت بعدها مباشرة بتقول لي أنا قفلت المكان لمدة شهر ونص ليه لأن اللي حصل مفيش ولا واحد معاه فلوس راح اللي راح هو اللي عايز فلوس فاتمالت الشوارع وجات عربية البوليس والأمن المركز عشان تفرق الناس كانت منظر يعني حاجة فوق الخيال فبتقول لي عشان الناس بس تنسى المكان قعدت شهر ونص قفلها مش قادرة ليه كانت مشكلة كبيرة جدا فشوف هنا بقى سبحان الله المهدي قولي اللي عايز فلوس ييجي ولا واحد يروح تخيال إلا رجل واحد فيروح فالمهدي يقول له اذهب إلى الخزم إلى الخزم بيت المال اطلب لأنت عايزه فالرجل لما يخش فيلاقي بيت المال المال يالفلوس متعبق فلوس فيبتدي يحفي المال يحط في حجره يحط لحد ما يتقى الحجره ومش قادي نقوم بفلوس وبعدين فجأة يبص حواليه يلاقي هو الوحيد اللي جي عشان ياخد فلوس وكل المسلمين بلا استثناء مفيش ولا واحد فيهم راح عشان ياخد فلوس فيتكسف من نفسه ويقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما كان يسعوني ما واسعهم يعني هم كلهم محدش طلب منهم فلوس أنا الوحيد اللي جيت عشان أخد فلوس فيروح للمهدي يقول له أنا عايز أرجع الفلوس واضح يقول لك ايه قال فيردهم فيرد المال يعني فلا يقبل منهم نبي عليه السلام بيقول فلا يقبل منهم المال فيقال له إن لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون الحال كذلك سبع سنين أو ثماني سنين أو تسع سنين الشكل هنا من الراب من الراب الحديث ثم خب بالك بقى لا خير في العيش من بعده أو قال ثم لا خير في الحياة من بعده سبحان الله سبع سنين المال هي فيه دول لذلك ورد في رواية مسلم أنا نبي عليه السلام قال لا يوش كان أن ينزل فيك ومعيسى بن مريا محاكما مقصطا فأكسر الصريب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها الله أكبر يعني في عهد عيسى عليه السلام اللي هو عهد المهدي ما أولدنا يكونوا موجودين مع بعض في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي إيه اللي يحصل هيفيد المال فحتى لا يجد من يأخذه مش لقى حد يأخذ الفلوس ديت حتى تكون السجدة الواحدة يا مسلم اللي تسجدها بالإدن ربنا سبحانه وتعالى أفضل من الدنيا وما فيها وما قال إيه اللي بيحصل في الزمن ده إيه اللي بيحصل من تكالب كتير من الناس يعني على الدنيا وعلى الفلوس وليل ونهار شغله وليل ونهار مشاكل على فلوس ودنيا وا 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 واختلافات حتى بين أصحاب يعني بين صلة الأرحام بين الإخوات وبين الأرايب وبين الحبايب وبين الأب وابنه وبين الإبن واخوه وبين دوته خاله وبين دوته عمه وبين الشاب وبأمه كل ده عشان فلوس كل المشاكل ده عشان دنيا عشان فلوس تخيل النبي بيقول حتى يفيد المال فلا يجد من يأخذه حتى تكون السجدات الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يفضلوا على كده امتى جماعة سبع سنين سبع سنين يفضلوا الدنيا مليانة خير والخيرات والبركات نزلت من السماوات والبركات خرجت من الأرض والدنيا كلها ما فيه شحناء ولا تباغض ولا تحاسد من اتنين الدنيا كلها في أمان تمشي الأسود ما تقرب لكش الحياة ما تقرب لكش ولادك يلعب بالحياة تخيل بنص الحديث حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره تخيل والنمور تسعى مع الأبقار والأسود تسعى مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبان الذي يحرصها ايه النعيم ده كله ايه النعيم ده كله لما الناس ترجع لربنا ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كتير من الناس يقولوا ده إن ده إن ربنا يفرج عندنا الهم والقرب اللي احنا فيه ده صح صح الناس فعلا في قرب في قرب وهم جديد جدا ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين القرب ده سببه ايه حد فيك وفكر حد فينا كده قعد مع نفسي يقول هو احنا ليه على طول في قرب لا الغاني راضي ولا الفئير راضي أو بلاش نقول مش راضي لا الغاني مرتاح ولا الفئير مرتاح ولا الوزير مرتاح ولا الغفير مرتاح أنا قعدت مع ناس صحاب مناصب عالية جدا 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 فوق ما تصبر ناس مسؤولين كبار وجدت عندهم مشاكل والله العظيم تفتت الجبال والناس البسطاء فاكرينهم أسعد الناس وقعدت مع ناس أغنئة جدا جدا وليت عندهم مشاكل فعلا تفتت الجبال والناس فاكرينهم مفسد جدا وسعداء جدا وفي المقابل قعدت مع ناس فقراء على طبلية بسيطة كده وقلبهم مليان فرح وسعادة ورضا ومش فرقة معانا هيحزن عليهم هيضيع منه ايه يعني هو حلته ايه أصلا عشان يحزن عليهم اعتبالك وراضي ومبسوط مش عنده اي مشكلة خالص ومش معنى كده ان كل غني ما هواش مبسوط او ما هواش سعيد وكل فقير يكون سعيد لا موضوع مختلف يعني ممكن تلاقي فقير مش مبسوط ومش راضي بحال وممكن تلاقي احد غني سعيد جدا نعمل ماله الصالح للرجل الصالح لكن المسألة اللي عايز اقول هو الابتلاقات اللي احنا فيها دي كلها والضيق اللي احنا فيه ده كله ده سببه اين سببه وسمحوني احنا 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 اهل وحبايب انا مش شيخ بدي درسي لناس انا بعتبر نفسي ابنكو واخوكو يعني يعني عايز اتكلم بصراحة ان احنا فيه كتير مننا محتاج ان نحس بغيره محتاجين ان احنا نتراحم محتاجين نحس ببعض محتاجين نراه ببعض محتاجين نرحم ببعض عندنا اساس النبي علمهننا بس الاسف كتير مننا نسي سبحوني نسي بجد نسي ايه هو القعدة والاساس دي كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض بس خلاص خد التانية بقى يرحمكم من في السماء الله لما انا ارحم اخويا مين اللي يرحمني مش اخويا نفسه لا ربنا شوف والله في عون العبد واضح المعنى انا عايز اجمعلك بس يعني بين الاحديث كلها والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي يبقى انا لما اكون في عون اخويا يبقى مين اللي هيكون في عوني الله سبحانه وتعالى واحد يقول بس الكلام ده معايش منتناقض يا شيخ ازا كنت انتو بنبعتلكو يوميا 2000-3000 رسالة انا عارف انت هتقول ايه 2000-3000 رسالة على الموبايل ما بتسألوش فينا وما بتعملوش اقول لك اخويا حبيبي يا عيدة انسان واحد لما بقتلو يوميا 2000-3000 رسالة قللي الوقت اللي هيقرى فيه 3000-3000 رسالة وقللي الوقت اللي هيرد بيه على 3000-3000 رسالة وقللي قدراتك شخص واحد في انه يقدم مساعدات ل3000 شخص في يوم واحد ده الدولة ما بتقدمش 3000 مساعدة في اليوم دولة فما ظنك بشخص فاعذر اخوانك الدعاء اعذرهم حط نفسك مكانهم والله العظيم اعذرهم في بعض الدعاء وانا اعلم ده الجيدة وانا بتتكلم وانا عارف انا بقول ايه بعض الدعاء ما بينامش في اليوم اكتر من 3-4 ساعات من كتر من هم شايرين هم الامة وقاعدين ليل ونهار يجهزوا ويحضروا علشان نفسهم من الامة تفوقوا نفسهم من الامة تلتزم نفسهم من الامة ترجع لربنا سبحانه وتعالى في ناس شايرين هم الامة وفي ناس بتتاجر بالامة انا معاك لكن انا عايز اقول ان اكثر الدعاء ناس بفضل الله سهرانين من اجل الامة ديت فلازم تعذر فالشاهد في الموضوع ان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه لما تعين اخوك ربنا اللي هيعينك لما تصطر اخوك ربنا اللي هيصطرك لما تكرم اخوك ربنا اللي هيكرمك لما تغفر لاخوك ربنا اللي هيغفر لك لما ترحم اخوك ربنا اللي هيرحمك شو بقى انت بقى عبد عبد فقير وضعيف ما تملكش اي شئ من الدنيا ديت شوف لما انت ترحم لما انت ترحم عبدي من عباد الله فتنزل عليك رحمات المالك رحمات المالك سبحانه وتعالى تنزل عليك يا مسلم تخيل احساسك بعمل زي وانت بتترحم مش من عبد بتترحم من الرب الرحيم الرحيم اللي ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى ورحمتي واسعت كل شيء تخيل لما ربنا ارحمك هو ده حل كل ما شاكلنا والله يا جماعة والله العظيم انا لا امزح ولا اقول كلام من فراغ والله الذي لا اله غيره حل ما شاكلنا حل الازمات اللي احنا فيها حل الامراض اللي احنا خايفين منها حل الغلاء والوباء والظلم اللي احنا عايشينه احنا نرحم بعض هو المشكلة النهاردة لما يكون 11 مليون قضية مرفوعين في المحاكم وناسبة شغولة ومحميين ليله نهار شغالين وريحين وجيين ودوت بيكدب ودوت بيزور ودوت بيعمل وده بيرتشي وده وده هو الامور دي الترد ربنا يقينا لا طب انت عايزين ان احنا ربنا ارحمنا ازاي بالمنظر ده لما نكون احنا مبهدلين بعض بالمنظر ده 10 مليون قضية يا نهار قبل ده الواحد هشد في شعره لما يسمع ان فيه 11 مليون قضية مرفوعين ما بين ناس على بعض ما بين بعض يقينا ممكن يكون منهم من 11 مليون قضية دولت 10 مليون وتسعمائة 100 ألف قضية بهتان وزول وظلم وعدوان والباقي ممكن يكون على حق خبالك ليه لان اقل مشكلة محدش يعني ما بقاش فيه يعني اتراحهم طاع زمان هنرجع كده على العهد امهاتنا واباءنا واجدادنا الناس دي كانت بتحب بعض بجد الناس دي كانت صادقة بجد الناس دي كانت قول بها نظيفة ونقية عشان كده لبنا كان مباركلهم في حياتهم بشكل لا يخطر على قلب بشر عمرك سمعت ايام والدتي ووالدتك وايام جد وجدك عن الامراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عمرك سمعت عن الابتلات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عمرك سمعت عن المشاكل واختلافات والانقسامات والاشياء اللي توجع القلب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي كنا بنسمع عن كل خير والله والناس بتحب بعض وبتراعي بعض وبيعزوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض ويعني وبيحنوا على بعض عشان كده ربنا كان نكريمهم اخر كرم باقل فلوس كانوا عايشين اجمل حيات بثلاثة جنيه وباربعة جنيه وبعشر جنيه وبثلاثين جنيه كانوا عايشين اسعت حياه والنهاردة بألفين جنيه مش عارفين يعيشوا ليه ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم دي قاعدة يا مسلمين قاعدة يا اخواني واحبابي عايزين نحس ببعض عايزين نحس ببعض والله الذي لا اله غيره مش عايزة اقول لك جرب اصلا بنا ما يتجربش سايزة اقول لك حاول كل مرة كده ترحم اخ مسلم ليه روح بكرة كده تنازل عن قضية تكون ظلمت فيها حد او بتظلم فيها حد روح بكرة سامح حقوق المسلم كده روح بكرة كده حاول ان انت تقدم خدمة لانسان فقير او لأسرة فقيرة او تدخل السعادة على حد كده وشوف السعادة اللي هتبقى فيها وشوف الخير اللي هيحصل لك وشوف ربنا هيكلمك بايه انت عارف كل عبادة وليها لزة لكن اقسم لك بالله والله العظيم وانا اقسم بله غير حانث ان شاء الله عبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج والعبادات دي كلها عبادات جميلة وعظيمة جدا لكن حلوتها لا تساوي مثقالة ظرة من حلوت ان انت تنفق واتدخل السعادة على انسان بائس فقير وتشوف الفرحة دخلت على قلبه كده هو بيقول لك ربنا يخليك يا ابني ربنا يسطورك دنيا واخرى يعني فرقت عني ربنا يفرج همك يا هتحس بفرحة في قلبك كبيرة قوي انا دخلت الفرحة على مسلم عشان كده النبي قالها قالها في حديث عجيب قوي حديث ده اعتفكر فيه حتى ان عملت مرة درس هنا في قناة الناس اسمه ابحث على الانسان حديث روى اتباراني في الكبير بيسنات حسن النبي بيقول لين احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده واحب العمل الى الله واحب العمل الى الله سرور سرور اي سرور وذكروا كده بصغة النكرة عشان ما تحتقرش اي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انطلق اخاك بوجه طلق او طليق سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تسد له جوعا ولان امشي مع اخي في حاجتي حتى اقضيها له احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا الله ولان امشي مع اخي في حاجتي حتى اثبتها له او ملمشى مع اخي في حاجتي حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزلوا الاقدام على الصراط يوم الايامة قبالك ورح كخاتم الحديث بجملة عجيبة او حساس او رخقة جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسده لخله العسل لما تعمل خير اوعى تفسد الخير دوت بكلمة وحشة متروحش تدي الواحد مين جينوه تقول له خد على الله يطمر انت كده افسدت اللي انت بتعمله متروحش تجيب له واحد شقة وهو مرمي في الشارع وهو قويلته وتقول له معوضه ممكن يطمر اوعى تعمل كده قول له تفضل ويا ريت وانت بتتصدق خلي شوف والياد العليا خير من اليد السفلة عشان ما تحركش اللي بياخد منك خلي ايدك انت اللي تحت قول له تفضل اخي اكرمني بانك تقبل من الهادية دي شوف انت بقيت اليد السفلة وهو والياد العليا هو اللي بياخد شوف بتكرمه شوف المعنى الجميل شوف الزوقيات الحلوة شوف الاسلام حلو ازاي شوف لما امنا عيشة بتقول كنا نعطر الصدقة الله اكبر على الزوقيات الحلوة الجميلة اللي امنا عيشة ما جابتهاش من عندها دي تعلمتها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما هي تربط على ايده شوف بتقولك اننا نعطر الصدقة ليه بيسألهم من عائشة قالت لانها تقع في يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير الله اكبر فانا اعطرها لله بتعطر الصدقة لله حد فينا فكر وهو بيعد الفقير صدقة ان يحط عليها كده برفان وامدال للفقير ممكن الناس تضحك عليهم لكن والله يصدقني لها معنى جميل قوي انك بتعطرها وتقول تفضل اصلاها تقع بين يدي الله قبل ما تقع في ايدك فانا بعطرها للربنا تعارف الجملة دي يمكن تخلي الراجل دا لو ما كانش بيصلي يصلي يمكن تخليه لو ما كانش يعرف ربنا يعرف ربنا ويحب ربنا انك تحسسه ان انت فحلا ربنا في قلبك عظيم دي مسألة مهمة جدا يا مسلمين حالة الوقت بيجر معاك بسرعة انا شعرف انا بحبكو في الله لكن الوقت معاكو بيجروا بسرعة بشكل غير عادي جدا لكن موضوع المهدي مفتوح شوف النبي بيقول ايه بيقول بيقول ثم لا خير في الحياة من بعد المهدي اخر حاجة حلوة على وجه القرى الارضية ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بعد السبع سنين اللي المسلمين يعيشون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام بعد كده خلاص لا خير في الحياة يرجع الشرك مرة تانية وتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتظهر الفتن والمصائب ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يبقى انسان يوحد الله سبحانه وتعالى ثم تقوم الساعة على شرار الخلق محتاجين احنا نفوق محتاجين نحس بفترة المهدي اللي جاي ديت احنا اللي هنمهد الارض ان شاء الله بإذن ربنا عشان ظهور المهدي هنمهدها ازاي هترجعها لحجابك هترجعها لحملة مقاطعة التبرج وهتفرحينها وهذكر اسمك في الحلقة وهدئيلك وهدئيلك حملة مقاطعة التبرج محتاجين كل أخت المسلمة تقول ان شاء الله أنا هكون سبب لتمهيد الارض للمهدي هلبس حجاب ان شاء الله وكل أخ يرجع للصلاة ان شاء الله قلبر للأم والأب للصدقة للعبادة للطاعة لكل شيء يا ربنا من ربنا لقراءة الكرآن نحنا نملى الارض فعلا طاعة عشان تمهد الارض فتقوم الامة كلها تسترد المسجد الأقصى يظهر المهدي ينزل عيسى عليه السلام نعيش أجمل سبع سنين بفضل الله ربنا يجمع رؤياكم على الخير بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه الصحب والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسري والملائك حولنا